السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السابع أخذنا اليوم في حصة اليوم على الزوم أني أنا كيف أحل أتدربوا أحل المسائل الصفحة 66 السؤال الأول صفحة 66 السؤال الأول بحث السؤال الأول أكتب أزواج الزوايا المتناظرة ثم أجد عامل المقياس لكل من أزواج المضلعات يعني هون أنا معطيني هدول الشكلين الشكل واحد والشكل تنين هدول متشابهات يعني معطيني الشكل واحد يشابه الشكل تنين تمام وطالب مني أوجد عامل المقياس ركزوا معي معطيني أن هم الشكلين متشابهان وطالب مني أوجد عامل المقياس وأوجد الزوايا المتناظرة هلأ أول إشي باجي بوجد الزوايا المتناظرة باجي بحكي بالنسبة للزوايا وهي بالنسبة للأضلع قبل ما أبلش بالزوايا والأضلع حكينا فكرة التشابه إنه عبارة عن شكلين متشابهين لكنهم مش نفس الحجم تمام؟ بتكون الزوايا الزوايا المتناظرة للشكلين متطابقة وأطوال الأضلع متناسبة تمام؟ عشان يحققوا التشابه طيب نيجي للزوايا هلأ طلعوا علي ميس هون الشكل جاي هيك وهون الشكل صير له دورار عشان اتميزوا أكتر شو معتيكم الكتاب؟ معتيكم كيف تعرفوا الزوايا المتطابقة طلعوا عندي عند إيه؟ إيه هون بلاحظ عندها إيش؟ عندها قوس واحد بطلع هون أي زاوية عندها قوس واحد هي هاي؟ معتيني إياها إذن هاي بالطابق هاي إذن بحكي الزاوية إيه تطابق الزاوية إتش تمام؟ طيب نيجي للزاوية سي الزاوية سي تطابق أي زاوية؟ نتطلع هون عندي قوسين شايفينها يامس؟ هاي قوس هاي قوسين بتطلع على الشكل الثاني أي زاوية في المضلة عندها قوسين؟ هاي هاي شايفينها؟ إذن الزاوية سي شو بتطابق؟ الزاوية كيه؟ تمام؟ نيجي للزاوية دي الزاوية دي شو تطابق الزاوية دي؟ هلا لاحبوا هون صارت إيه؟ وهون صارت سي إذن دي رح تكون مع L تخيلوا الشكل كيف لما لفيته أنا؟ صارت دي مع الزاوية L تمام؟ وآخر زاوية اللي هي الزاوية B تطابق الزاوية G تمام؟ طيب هاي بالنسبة للزاوية نيجي بالنسبة للأضلع الأضلع حكينا متناسبة بتكون الأضلع لهاي الشكلين متناسبة نيجي للشكل الأول عندي AD بالشكل الأول على HL بالشكل الثاني برجع بكرر يا مس AD بالشكل الأول هاي هون لما عملت له دوران للشكل صار هو HL هاي ها مش صارت إيه الزاوية حكينا مكان H صارت إيه؟ فدي هون إذن AD بتصير مع HL على مستوى HL تمام؟ فAD على HL تساوي AD قداش معتياك إياها؟ تمانية على HL 12 تمانية على 12 بتطلع عندي 6 بالعشرة دوري 6 بالعشرة دوري تمام؟ طيب نيجي للمضلع التاني عندي DC أو الضلع التاني DC بتناسب LK وتساوي DC قداش معتني إياها؟ 4 وLK معتني إياها 6 فباجي بحكي 4 على 6 اللي هي 6 بالعشرة دوري تمام؟ إذن بيكون عامل المقياس 6 بالعشرة دوري تمام؟ هذا عامل المقياس العامل المقياس اللي هو بيكون النسبة بين أطوال أضلع الشكلين بشكله التشابه طيب نيجي للسؤال اللي وراء بحكيت السؤال اللي وراء في أتدرب وأحل المسائل صفحة 67 صفحة 67 في أتدرب وأحل المسائل هذا حلنا اليوم كمان على الزوم أبين ما إذ كان كل زوج من المضلعات الآتية متشابهين ثم أجد عامل المقياس طلع يامس الفرق بين السؤال الأول والسؤال الثاني السؤال الأول حكيه لك أنه الشكلين متشابهين تمام؟ لكن السؤال الثاني هو كتب لك أبين المقصود فيها إما يحقق تشابه وإما لا يحقق تشابه كيف نتأكد؟ خلينا نيجي هل عندي هون أنا مستطيلين؟ حكينا بالحصة الماضية أن المستطيل بيكون متميز بإشيال كل ضلعين يقبال بعض بيكون لهم نفس الطول وبتكون زوايا المستطيل قائمة تكون زوايا المستطيل قائمة طيب نيجي بالنسبة للزوايا هل عندي الزاوية A قائمة والزاوية B قائمة والزاوية D قائمة والزاوية C قائمة وهكذا بالشكل الثاني فعندي الزاوية A بالطابق الزاوية E وعندي الزاوية B تطابق الزاوية F وعندي الزاوية D تطابق الزاوية H وعندي آخر إشي الزاوية سي تطابق الزاوية جي تمام هاي بالنسبة للزوايا كلهم بساوي تسعين درجة لأنه مستطيل لحكينا المستطيل بتكون زوايا تسعين درجة طيب نيجي هلأ بالنسبة للزوايا نبين معاي إنه في تشابه خلينا نيجي بالنسبة لأطوال الأضلاء بالنسبة لأطوال الأضلاء معتيني هذا الطول ستة وهذا ستة وهذا سبعة وهذا سبعة وهذا ستة كمان ستة وهون خمسة وهون خمسة هذا معتيني بالسؤال خلينا نيجي بالنسبة لطول الضلع الأول اي دي بناسب إيش بتضلع الثاني بناسب إي أتش يساوي اي دي ستة على إي أتش خمسة ستة تقسيم خمسة بتطلع عندي واحد واثنين واحد واثنين طيب نيجي إلى الضلع اللي ورا عندي الضلع اللي ورا اللي هو دي سي هون على اتش جي اللي هون على بالشكل التاني بيطلع عندي دي سي سبعة على اتش جي اللي هي ستة سبعة على ستة اللي هي عبارة عن واحد وواحد تمام طيب هاي واحد واثنين وهاي واحد وواحد في اختلاف هون عامل المقياس هون مش واحد لأنه لازم حكي أن يكون النسبة بناتهم متساوية صح هلا بما أنه هاي واحد واثنين وهاي واحد وواحد إذن هادا هادوا مش متساوية هون لا يساوي بعض إذن الشكلان لا يتشابهان تمام الشكلان لا يتشابهان هاي السؤالين اللي أخذناهم في حصة الزوم وأخذنا كم من سؤال كنت طرحاهم في حصة المصور ويعطيكم ألف عافية